السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوال كرام كانت مننا يسيبكم عدلا فيديو في احسن الصحة وتمام العافية غادي نصيبو ان شاء الله اليوم القصبرو مع دنوس مرقد في الزيت باش يبقى محافظ على الخصائص ديالو وما يفقدناش المكونات الصحية ديالو بلا ما نعملوه في الكونجيلاتور كي ما كيبقاش مزيان كيفقد الخصائص ديالو غادي ناخدو نقصبرو مع دنوس نقوهم نقصلوهم مزيان نشفوهم حيتي يباتوا ليلا كاملا من الاحسن باش ما تبقى فيهم حتى شي اقتراد الماء وينشفوا معنا مزيان ومن بعد نقطعوهم نقطعوهم بحالة غادي نقطعوهم الحريرة ان شاء الله دي بنشارك معاكم هذا المراحل دابا هادا غي فيديو اه توضيحي حول القناة اول فيديو غادي ان شاء الله نبقاو نصوبو الحاجة الطبيعية بدون ما نعرضوها للكونجيلاتور وغادي نصوبو ان شاء الله بزاف ديال الوصفات اللي هي طبيعية وكتبقى محافظة الخصائص ديالها ان شاء الله باذن الله غادي ناخدوه نقطعوه اما غادي نعملوه في الاهلة الكهربائية او نضقوه في المهراز ومن افضل نضقوه في المهراز باش كيبقى المدق ديالو مزيان لان المهراز فاش كان صوبو في شي حاجة كتبقى سبحان الله مزيانة طبيعية حسن من الاهلة الكهربائية من بعد ان شاء الله فاش غادي نضقوه في المهراز غادي يولي نغيش شوية ما غا يبقاش هاد الكترة هكالي كتبا نقدامكم او ناخدو قريعات نعقموهم بحال هادو دبالي كتبا نقدامكم نعقموهم مزيان نعملوهم في واحد طنجرة ونعملو فيها الماء ونبيوتوهم يقطرو حتى هم حتى ينشفوه مزيان من بعد نعملو دك القصبور ومعدنوس ننملؤو دك القريعات كاملين نملؤوهم ومن بعد ما نملؤوهم مزيان غادي نعملو عليهم الزيت بحيث ان الزيت تغطيهم باش تبقى محافظة على الجودة ديالها لان الزيت مادة حافظة كتحافظ على الخصائص الحاجة اللي تتغطى بها ترجمة نانسي قنقر